اشتركوا في القناة دائما ما ترودنا بعض الاسئلة يعني عم ماذا يدور في خلد الطفل في ماذا يفكر تحديدا الطفل ما الذي يوجه تفكيره كيف يفسر الاشياء هذه المعلومات يمكن تغيب عنا نوعا ما في غيابها عنا تجعلنا لا نعرف كيف نتعامل مع اطفالنا اذا اعزائي المستمعين الكرام دعونا اليوم نغوص في عقلية الطفل وفي كيف يتفكيره مع دكتور ابراهيم لخليفي فلنرحب السلام عليكم دكتور ابراهيم لخليفي حياك الله الله يحيييك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وطبعا مشاهدين كرام تتابعوننا وتتابعون دكتور ابراهيم لخليفي المتخصص في سيكولوجية النمو وتطبيقاتها التربوية ولكن بعد هذا الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدين كرام مباشرة مع دكتور ابراهيم لخليفي دكتور ابراهيم تركيبة عقل الطفل أكيد فيها الكثير من الخفايا الذي لا نعرفه ولا نعلمه نحن الأباء بل تعلمونهم أنتم حضراتكم المتخصصين أكثر بماذا ممكن أن تفيدنا في هذا المجال خاصة وأننا نعامل أطفالنا في بعض الأحيان وكأنهم كبار ونطلب منهم أشياء فوق طاقتهم فهي ريت لو تنورنا في هذا الجانب لو سمحت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطفل مخلوق خارق للعادة باعتبار أن الطفل يولد قويا ثم يتضعضع وينزل مستواه عند ولادته يكون في أشده في كماله في أحسن تقويم كما قال الله سبحانه وتعالى فالتحدي أن نحفظه في أحسن تقويم لكن للأسف الشديد حيانا الممارسات البيئية تنحط به إلى أسفل هذا العقل الجبار الذي خلقه رب العالمين يملك مجموعة من القوى قوة تجعله يتصور يعني يصنع صورا ويتخيل هذه القوة الأولى التي تبرز قوة تجعله يتصور فهو يراكي لك صورة في ذهنه والصورة هذه يفتح لها ملف وعند محاولته أو عند إرادته لاسترجاعها يمارس قوة أخرى اسمها التذكر الطفل أيضا يقوم فيقارن الأشياء هذه قوة ثالثة الطفل أيضا يركب فيبدع شيئا من شيئ عرفة يعني ممكن أن يخرج شيئا جديدا من مجموعة معارف عرفها فيطلع أشياء جديدة وإضافات ما نسمى بالإبداع أو التركيب نعم قدرات الطفل لما جاء وكسلر يشوف لنا كم نوع كم أنواع الذكاءات اللي عند الطفل تعب جيلفورد لما جاء حاول يحدده عن طريق المكعب تابع المشور فاستخرجوا لنا 120 قدرة 120 نوع من أنواع الذكاء جعلتنا نقول أنه طبيعة تصنيف الأطفال طبيعة الطرق التي يتعلم فيها الأطفال نحاول أن نحصر الطرق التي يتعلم فيها الأطفال حاولنا أن نحصرها لكن تجعلنا نقول أن كل إنسان مننا هو فرد مختص بذاته لو أحسنت بيئته أن تكون ذكية نحن دائما نقول أن الذكاء هو مسؤولية البيئة يعني الذي نصفه بالذكاء هو البيئة ولو كانت البيئة ذكية وتحدت هذه القدرات ووصلتها إلى إمكاناتها فأن الطفل سيكون ذكي أنا كنت أقول ولازلت أقول أن نحن في بلادنا الشتاء أذكى من الصيف شتاؤنا أذكى من صيفنا لأن في شتائنا هناك مدارس هناك واجبات هناك تحدي لعقول الصغار بسبب ضرورات التعليم المدرسة أو الجامعات لكن عندما يأتي الصيف يسكن ذكاء البيئة فيسكن ذكاء الفرد تقل التحديات فالولد يبدأ يصدي حتى يضطر المعلم في شهر سبتمبر بعد نصف سبتمبر إلى أواء الأكتوبر إلى أن يزيل هذا الصدق عن طريق المنشطات وعن طريق يعني يكون دائما أول تقريبا كم أسبوع في العام الدراسي هو محاولات لإزالة الصدق الذي ترسب خلال الصيف على ذكاءات الأطفال والتخلف لذلك نسافر لكن لا نجعله من هذا السفر تحديا لذكاء أبنائنا صوري نعم فأنا بأعتقد أنه لماذا قلت لك أن الطفل خلاق والطفل عنده قدرة هائلة وخلق عجيب غريب لكن للأسف سديد الهدر الذي يحصل فيه هذه الطاقات هدر كبير والأمم إنما تتمايز بمقدار ما تحتفظ بهذه الطاقات وتفجرها وتثمرها وتكبرها وبذلك تكون هناك أمم متقدمة وأمم متخلفة طيب يعني دكتور حضرتك أشرت يعني بأنه يعني العلماء النفس احتاروا في حديد أنواع ذكاءات ذكاءات الطفل يعني هذا يعطينا مؤشر بأن الطفل عبارة عن قوة خارقة يعني أو عقلية خارقة للعادة في بعض الأحيان ولذلك نسمع من وقت الآخر بأن هناك طفل أنجز مثلا عمليات حسابية في وقت وجيز هناك طفل مثلا حفظ القرآن الكريم بسرعة هناك يعني هذه الأشياء الخارجة عن الطبيعة إذا قلنا مثلا طفل خارق للعادة مثلا هل هذا يعتبر أمر العادي لعقلية الطفل أم أنه عقليات الطفل تختلف من من شخص إلى آخر بغض النظر عن النبي جميل ها هنا يعني عاملان العامل الأول هو الاستعداد الوراثي يولد في كل المجتمعات أطفال ذو استعدادات وراثية عالية جدا نعم عندهم من هذا القدر اللي اسمه العقل عندهم الشيء الكبير عندهم من هذه القوى المعرفية القوى العقلية هو التذكر والتصور والإبداع الشيء الكبير جدا هؤلاء هذا العامل الأول وهناك ناس حظهم متوسط وهناك ناس حظهم قليل نعم هذا العامل الأول اللي يختص بالوراثي العامل الثاني اللي يختص بالبيئة هو أن هناك بيئات حافزة لا تضيع شيئا من أقدار هذه القوة كل قدر من هذه القوة توظفة تفجر أعطينا أمثلة تجي الأم تجي الأم وتتحدى ابنها بأسئلة معينة بمعارف معينة بألعاب معينة تنمي ذكاءه تزيد من قدراته تزيد من مفرداته لغوية تزيد من معارفه تكثر تكثر الأسئلة التسالي أو تمكن من أن يعلمها تقرأ له ثم تترك يخبرها بما قرأته له لا تذر من هذه القدرة شيئا يمكن أن يستغل إلا واستغلت واستثمرته فإن عجزت عن ذلك أتت له بمن يعني يتحداه أكثر جهزت له من الألعاب ومن الكتب ومن الإمكانات ما يفجر طاقاته هذه البيئة فلو جئنا لشخص أو لطفل ذو قدرات معرفية بيولوجية قدر DNA يعني قدر بيولوجي عالي ببيئة ذكية جدا فإن هذا النسق سيمتج العبقري اللي تتكلمين عنه العبقري أو المبنى وهذا حصل طبعا يحصل في الأمم يعني عندما يأتي من أئمتنا مثلا الإمام المحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري ويكون عمره 11 سنة طبعا يكون حافظ الكتاب الله وحافظ حافظ لآلاف المتون بأسانيدها حتى إذا ما جاء يستمعه طفل صغير في مجلس علم فيخطئ الشيخ في السند يعني روى حدثنا 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 فقام وهو طفل صغير قال له يعني فلانا لم يروع عن فلان فقال له صه يا غلام اسكت يا ولد فقال يا شيخ أن فلانا لم يروع عن فلان تصور طفل عمره 11 سنة يحدث شيخ يقول له فلان يم يروع عن فلان قال له صه يا غلام زجرة لا وبالثالثة قال له الغلام يقول له الغلام البخاري لما كان صغير يا شيخ لو أنصفتني فرجعت إلى كراستك يعني أنا ما أطلب شيء ارجع لكراستك فالشيخ قام ورجع الكراسة وخرج وقال صدق الغلام هذه قصة حقيقية يعني نرويها في سيرة الإمام البخاري عمره 11 سنة يحاجج العلماء الكبار لما لأن صار القدر البيولوجي موجود وصارت الأم لأن الإمام الغزالي ربته أم الإمام للعفو البخاري وكذلك الإمام الغزالي أبو حامد أحمد بن محمد كان أيضا من عباقرة زمانه ولكن لقى بيئة تهتم به وقس على ذلك طبعا نرى أطفالا ذو قدرات بيولوجية عالية وجاءت البيئة فوظفت هذه القدرات واستثمرتها لكن أحيانا في ناس ذو قدرات متوسطة وتأتي بيئة ذكية جدا فتحصل يعني تجيب العقل إلى منتهى فينافس صاحب هذا القدر القدر العقل المتوسط ينافس بما زودته به البيئة وتحدته في البيئة ينافس الجهابذة الذين لم يتح لهم مرغم أنه متوسط الذكاء لكن بيئة ذكية يعني ذكاء معقول لكن بيئته ذكية فتتحدى توصله إلى حده في حين أن هناك بيئة عندها ابن أو أسرة عندها ابن ذكاء عالي ولكن غير مهتم به فتشوف ينحط بذكائه ليصبح أداء عادي ولذلك نرى دكتور ابراهيم الخليفي يعني أن هناك بعض المجتمعات يعني بدون بنذكرهم يعني بتحديدا من الاسم أو بعض البلدان معروف بأن يعني ينعتون بالغباء إذا جزري التعبير بيئة يعني مع بعض الشعوب يعني معروف هذا الشعب يعني في المستوى العقلية مستوى الفكر مستوى التصورات إلى الحظيم يعني لو كانت هذه الشعوب توفرت لهديها البيئة الذكية ما كانت لو تبنينا لو تبني أطفال من هذه البيئة وانتقلوا إلى بيئات أذكى عمليات تبني التي تحصل يعني يتهم طبعا جنوب الكرة الأرضية بأنه أغبى من شمالها هذه نظرة عنصرية حملها التكشفيون فترة اللي هم يعني أصحاب الجنسيز أو أصحاب نظرية أنه العرق تعويل على العرق وتعويل على البويولوجيا فكانوا يقولون أنه مثلا الأفارقة والأسيويين أنا يعجبني كان أستاذنا مهرنز لما كنا في الدراسات العليا سوى بحث وبحث دقيق والرجل هذا يعني عالم وكان من نتائجه أن نتائجه طبعا هو مشهور في الغرب مثلا أن أذكى من في أمريكا هم اليهود ثم البيض الواسب اللي هم الوايت الوايت نسيح نجيبها لك ثم بعد ذلك السود ثم الشيكانو ماذا؟ والجناس الأخرى اللي هم الحمر الشيكانو اللي هم المكسيكان هذا الرجل في بحثه أثبت أنه ثالث فئة في الذكاء هم اليهود أنا كنت موجود في المحاضرة وصارت ضجة كبيرة وثاني في التوب ثاني ناس في التوب هم الأسيويين هم الأسيويون الكوريون والصينيون واليابانيون الموجودون المهاجرون فيهم دراس المهاجرين نعم بالستاتيستيكس العرب واعترفوا بذلك؟ هم موجود مؤاذا دقياً هي وثيقة بذلك نعم 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 العرب أولاً ثم الأسيويون ثم اليهود ثم البيض نعم نعم طبعاً هو أحاول دعم أن هذه فئة منتقال المهاجر وكذا لكن هو التحدي ليس كذلك هو أنه لما توفر للعرب بيئة فيها عدل وفيها أمن وفيها فجروا طاقاته الكل جاي يدرس دراسات عليا يعني كنا نتكلم هو عن طلب الدراسات العليا يعني في الدراسات العليا تجدين أنه العربي ينافس الصيني والصيني جاي من مئات الملايين والعربي جاي من يعني من بلده هم اللي هو يعني أقصد الصين كأمة تستراتيجية موحدة يعني خريجي الثانوية العام عندهم حوالي المليون يقبلهم في الجامعات خمسين ألف من زين بمعنى نحن الأذكى يعني حسب هذه نحن نتكلم نحن نتكلم أن عندنا من القدرات يعني عندنا قدرات ومتيسرت لنا بيئات أن نكون يعني أن نصل إلى منتهانة لكن للأسف الشديد هناك ما فيه اهتمام بالبيئات ولا أريد أن أقول أهلهم أحد للناس تقول لك كذا فعلوا فينا نظامنا السياسي الاستعمار ما لها الكلام هذا كله هي لو جت على مستوى الأسرة وحصل فيه نوع من الاهتمام كما يقول رسول الله سلم الناس كما تكونوا يولى عليكم لو اهتمينا بالأسرة واهتمينا بهال الورشات الصغيرة اللي هي الأسر والفصول الدراسية وكل واحد مننا وقف الملامة وبدأ يهتم بدوره وتنمية العقول الصغيرة اللي عنده فإننا يعني خلينا في الأسرة خلينا في الأسرة واللي يهم الأسرة اليوم هو هذا البرعم الصغير اللي هو المولود الجديد من أولا خاصة فترة السنوات الأولى لين ما قبل المدرسة أو حتى سنة أولى مدرسة يعني دائما تبحث الأم والأب عن ماذا يدور في حقلية هذا الطفل خلينا نبدأ مراحل عمرية الأولى جدا دكتور إبراهيم يعني أذكرت سألتك نفس السؤال منك في أحد الحلقات وحضرتك وعتني بحلقة تفصيلية نتكلم فيها عن الوظائف الداخلية لعقل الطفل الفترة الأولى دكتور إبراهيم اللي هي من من صفر يعني من يوم الولادة لين سنة أو سنتين الطفل ما الذي يدور في ذهنه العالم الداخلي نريد أن نغوص فيه أكثر لأنه نحن لنا نتعامل معهم فقط لهم مجرد ديهال يعني أو أطفال صغار وبالتالي لن نستطيع أن ننمي بعد ذلك المهارات والقدرات للحالات أعطينا تدريجيا أنت معتبر الصفر الولادة أنا أعتبر الصفر هو تكون الأمشاج يعني التقاء الأمشاج وتكون الزايقوت يعني من رحمة الأم يعني هذا هناك يعني طبعاً هناك استجابة الطفل يستجيب نعم ويستجيب لينمو أصنواه هو ينمو هو مخلوق حي نعم وينمو يستجيب ويستجيب للضوء ويستجيب للحركة ويستجيب حتى لانفعالات الأم ويرتفع دقات قلبه وتنخفض بمقدار المؤثرات التي تطرأ في بيئته أو في بيئة أمة يتأثر ويحاور وممكن نبدأ معاً الكلام وممكن أن نهدئ وممكن أن نخرج ولد عصبي إذا وثرنا الأم وكثرنا من ضغطات نفسية عليها إذا أفرزت أدرنالين كثير أو يعني يمكن حتى أن نورثه التوتر نعم أو أن نهتم به فينشأ هادئ نعم الأطعمة التي تأكلها الأم تؤثر أيضاً الطفل مهم جداً نهتم عند ميلاده إلى أنه نهايات الأطراف العصبية عنده لا يكملها إلا الكوليسترول تصوري كوليسترول حليب الأم فقط والصالح لإتمام نهايات الأطراف العصبية وجعل الطفل يكون قادر على أنه يكون مستقر نعم عند اتخاذه لقرارهم لكن لو جينا إلى الطفل الوليد حديثاً فأن الطفل الوليد حديثاً صورة المجسمات عنده زي الهلام الغي مكتب زي الضباب يعني رصد أنه عند الأشهر الأولى إلى ست شهور هو يشكل حوالي أربعين إلى خمسين في لمية من الصورة التي يراها ويشكلها على هيئة بقع عند الشهر الثامن لا يشكل صورة كاملة لو رأكي يشوفك كاملة بالداخل يعني يجعل لكي نموذجاً في الداخل لو رأكي قبل الست شهور لا يشكلك بقع يعني هلام كيان لكنه غير واضح المعالم واضح المعالم ثم ينقشع إذا انصرفت ينقشع بعد ثمان شهور لا تبقى الصورة مستقرة حتى لو ذهبتي فإنك موجودة عندك رمز بحيث ممكن يشتاق ممكن يبكي ممكن يقول وين هذه اللي صورتها في ذهني لكن لا ينطبق يعني واقعها على يعني أريدها كتوقع بس هي مش عندي في الواقع فأنا أبكي حتى تأتي لفتقاد الحاظنة الأساسية ونسميناها الحاظنة الأساسية لأن هذه أول صورة تطلع الطفل أيضا في الفترة الأولى يكثر من الحركات الانعكاسية الحركات الانعكاسية اللي هو يعني يعني يؤكد يعني العضو العضو ما هو جاهز للتآذر يعني لما نعطيه شي ما يدري يوديه فممكن يؤذي عينه لكن الله سبحانه وتعالى طالق قدره أن يحتفظ بقوة اليد بقوة الرجل عن طريق الرفس والحركة كذا حتى تتهيأ ويبدأ يستخدمها صح ويقودها عقله خلال تحركها الطفل أيضا عقله شوفي كوكائن عندنا نسميه نجم البحر نجم البحر عندما يأتي هو يصطاد المحار نعم يأكل محار فيأتي يفتح المحارة ويستخرج المادة الحية اللي فيها الهوليش ثم يخليها بمكانها بدل أن يدخلها إلى جوفه يخرج أو جوفه لا يخرج الجوف لهذه المحارة فيهضمها في الخارج على الرمل ثم يدخلها على هيئة مستحلب لأنه ما عنده مكان داخل يهضمها فيه عقل الطفل بهذا الشكل تمام ليس لديه عقل ليس لديه القدرة أن يدخل الصور ويدخل الأشكال يدخل الرموز فيخرج إليها كيف يخرج إليها يعني طالما أنه يمسكها ويضعها في قلنا المعمل الأساسي الخطير عنده اللي هو فمه نعم بما أوتي من حساسية وقدرة على التذوق وقدرة على التحسس وقدرة على يعني تحديد الشكل وتحديد الملمس وتحديد فيضعها ليتعرف عليها نعم فالطفل حركة فمه هي حركة تعرف يعني ذكائه في البدايات في فمه نعم وقلنا لو وفرناها من المثيرات الفمية اللي هي ممكن أن تدخل ولا تسبب لضرر لا تكون حادة ما تكون سمية ما تكون صغيرة فتبتلع وفرناها لها فإنه سينمو سننمي ذكاء أو نمي معارفة بدرجة كبيرة لأن هذه هي سبيل لمعرفة العشرة لمعرفته هذه سبيل معرفة للأمور ف هذه ميزات الطفل إذن أنه الرمز لم يتشكل لديه بعد يخرج إلى المعرفة عقله يخرج بالضبط 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 زي لما عز الله المشاهدين لما جيبوا الشراب الدلاغ احنا نقول أو تخلعيه مستعجلة جوارب فيخرجوا ظاهره ينقلب يصير باطن هو بالضبط عقل الطفل الشري يعني يخرج معرفته إلى الأشياء يخرج عقله إلى الأشياء فتتعرف عليها في الخارج إذا دخل العقل للداخل تختفي المعرفة يعني عندما بمعنى أنه لو راح لو راح المثير لو ذهب المثير تنتهي معه أعطي أنا بس أضرب مثال أنا كان عندي بنت صغيرة وكانت أمها تركتها عندي كبيبي ستر وراحت وكانت دون ست شهور وكان جالس أنا أقرأ على السرير ومخليها عندي تلعب تحت يعني تعبث جهة سرير جهة رجلي أو كذا تلعب معنطيها لعب فلفت انتباهها عند رأسي منبه منبه حاجة كذا ملونة عاملة زي يلا فكانت تبي تحبو تريد أن تصل لهذا المنبه فتزعجني وأنا خاف تمسك المنبه يعني يتعور حالها ولا يطيح منها فإيش أعمل لأني أعرف أن الطفل لا يستبطن لا يستبطن ما يراه مدام قدامه هو يعرفه من يبتعد ينسى ينتهي فرح جبت قطعة فوطة صغيرة وغطيت بها المنبه ورميت على المنبه فالتفتت كذا بدهشة ثم عادت تلعب في مكاني أنا كنا جايين أذكر كنا جايين إجازة كنت أدرس الدراسة الدكتوراه وجلس لشهرين فهذه الحكاية حصلت أول ما جينا آخر ما جينا تكررت نفس الحركة قالت أمها عندي وقعدت أنا في مكاني أقرأ وهي تلعب فشافت المنبه فراحت له كأنها ما تراه لأول مرة وجدت تصعد عليها لكي تروح له وأنا حاول أمنعها فجيت الحيلة القديمة حطيت فوطة حطيت الفوطة لكن لم تنطلع عليها لم تتوقف لما لأنه تجاوزت مرحلة أن الصورة تكون تنقشع خلاص أطبحت الصورة ثابتة لأنه صار عمره ثمان شهور فثبتت الصورة وتوجهت وأزالت الفوطة واستخرجت المنبه مرة أخرى عرفت أنها ما لحيلة أنا خلاص هذه في المناسبة هي مشكلتنا مع الأطفال أنه عندما تكبر عقولهم فيسألون الأسئلة المحرجة أو يقفون المواقف المحرجة أو يقول لك اقنعني العناد العناد يا ستي ما يسمى بالعناد هو سؤال مهم يسأله الطفل يقول لك فهمني أنت تبيني أعمل كذا ليش لوريا عالم روسي لا لوريا عالم روسي لا لا لاحظوا في الحضانات الأطفال لعمارهم سنتين ومس ثلاثة لا يكتفون بأن يقال لهم افعل أو لا تفعل لابد من أن يأتي لمن علمهم فيعملهم حركة عملية يقول له مثلا ارفع إيدك ويرفع المعلم يده أو يقول له اضرب رجلك ويضرب المعلم رجله أو يقول له مثلا ما شعايز حديتكلم أرجوكم أرجوكم صمتا 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 شوف شوف لأنه وجد أن الأطفال لا يكتفون بمجرد التوجيه دون أن أنت أنت تعيش معهم الحدث الحدث صحيح صحيح اللي بقول له أنه نعم هو طفل يتشكل طفل برعم زي ما قلتي لي زي ما وصفتي علينا أن ندرك هذه التفاصيل احنا قلنا نتكلم عن تفاصيل السنة الأولى ايه بعد السنة الأولى بعد السنة الأولى تطور العقل يتكاثف الرمز عاد يبدأ الألبوم ما للرموز يزداد والصور عند السن 13 شهرا يبدأ مدلولات الرموز تطلع تطلع الكلمة الأولى ذات المعنى الطفل ممكن قبل ذلك يقول كلمات عشوائية لا معنى لها با تا تا لا معنى لها هي أنها حسب يسر مخارجها لكن عندما يقول بابا يعني رجل عندما يقول ماما يعني امرأة عندما يقول دود أو حسب ما يعرف إيش يعني حليب نعم لا دا ذهندية اللي داهرة بالها عليه الزين نعم أو هم أو يم يبدأ الكلمة التي يقولها لها معنى نعم فهو يعبر عن الرموز التي في ذهنه ثم يتنامى عدد الرموز يتنامى عدد الرموز يقتض العقل يبدأ خلاص تبدأ عدد المسائل تبدأ تزيد الرموز وقدرة على التعبير عنها تزداد حتى يصل الأمر إلى حد الاكتظاف وتبدأ تصير حوادث حوادث اصطدام فيبدأ الولد الطفل يصير عنده حيرة يصير عنده حيرة لأنه لا قدرة له أن يؤرشف أن يصنف أن يحط فيه فايلات قدرة ضعيفة يعني قدرة على وضع هذه المعلومات في فايلات ضعيفة فيصير عنده نوع من القلق سببه كثافة المعلومات وقلت قدرته على تصنيفها بشكل مفيد خلينا نقف عند هذه الجزئية الآن دكتور إبراحيم البيئة أين دورها الآن يعني في اكتظاف في هذه الفترة تحديدا اكتظت المعلومات زادت الرموز عاش في قلق وفي نفس الوقت نحن نقول بأنه هو قدرة هائلة الطفل يعني البيئة أين دورها الآن في حياء تلك الرموز وفي ترجمتها وفي بلورتها في إعطائه يعني في ترسيخ معاني المهارات أول أدوار البيئة هو أن تفهم البيئة طبيعة الطفل فلا تلوم الأم بالغباء أو تصفه بالغباء أو تصفه بالعناد إذا تلك في إدراك مفهوم ما وشي يحصل يكون الطفل مستوعب بموقف معين بده يحله أو قاعد يعمله تصنيف أو جالس يتأكد منه حتى يعرف هل هذا الذي حصل ما هذا الذي حصل أين يمكن تصنيفه أين يمكن أرشفته الأم تكون مستعجلة تقول له مثلا عادة نحن لما نقول له البس البس حبيبي ضع الحذاء الأيمن بالرجل اليمنى والأيسر بالرجل اليسرى هو ما مش معك ولا يعرف إيش يمنى ويسرى وبالنسبة له ينظر إليك لأنك أنت بالنسبة لصورة مرآة فيضع اليسرى باليمنى واليمنى باليسرى ويعني يرتكب ما تظنين أن حماقات في حين أنه هو قصور في ذهنه يعني ممن أضاف للمعرفة في مجال عقل الطفل واحد اسمه جان بياجي جان بياجي جان بياجي هذا سويسري كتب عنه وحوله وحول إنجازه حوالي أربعين ألف بحث تصوري من كثر ما هو لأنه ما عمل هو جال للأطفال وجلس معهم بإعمار المختلفة جلس معهم وسألهم حاورهم كان يسمعهم جلسات كلينيكية يعني طبية ومعن تومان نعم شكان يطالع كان يرصد أخطاءهم يرصد الأخطاء التي يقع فيها الطفل فوجد أن الأطفال ذو الأعمار المتقاربة يرتكبون نفس الأخطاء وهو بفضل بجهده ودأبه هو اللي اكتشفنا وين حددنا محاجة نسميها الإيغو سنترزم اللي هو التمركز حول الذات تمركز حول الذات هذا نقص موجود في عقل الطفل منذ ميلاده إلى سن سبعة سبعة يبدأ يطلع أول نوع من التوازن اللي خلي الطفل يتنفس السعداء ويعرف أن الدنيا بخير قابل سبعة الطفل قلق منزعج منزعج أنا أفصل شوية إذا عندك سؤال أنا أفصل شوية لا نريد أن نفصل بعد الفاصل لأنه قلق الطفل هذا وانزعاجه وتمركز حول الذات سوف نقشه مباشرة بعد هذا الفاصل مشاهدين يا كرام تابعونا وتابعوا هذه الحلقة الخاصة عن عقلية الطفل وتفكيره لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدين يا كرام إلى هذه الحلقة من برنامج موسوعة الأسرة مع دكتور إبراهيم لخليفي نناقش فيها عقلية الطفل تفكير الطفل نسبر فيها أغوار اتجاهات الفكرية للطفل خاصة في المراحل العمرية الأولى مع دكتور إبراهيم لخليفي دكتور إبراهيم قبل الفاصلة وقفنا على جزئية أن الطفل يكون قلق جدا قبل سبع سنوات وهناك ما يطلق عليه التمركز حول الذات هو الذي يجعله قلق فسلنا أكثر ما الذي تريد أن تقوله جميل يبثث فورا ويطيع يعني ما يأتي بحركات غبية أو سخيفة عيب هذا ابني امتداد ذاتي كيف يفعل هذا فنقرعه ونشعره باللوم في حين أنا لا ندرك أنه مسكين هو قاعد يكتشف يعني يشوف يحنا مرة حصل في الكويت عندنا أرادت هيئة المعلومات المدنية أنها تجمع المعلومات عن المواطنين والمقيمين ويعني اليوم عددنا يمكن مليونين مليونين وشوية تعلمون كما استغرقوا من كثر الناس ملوا قال لك طيب ذولا عشان تستخرجوا هذا اسم البطاقة المدنية قال لك يا أخي طوالوا سنين طويلة حتى يستخرجوا المعلومات البطاقة المدنية طيب الحمد لله أنجزوها قبل العدوان يعني قبل الغزو لأنها قدرنا نعرف حصرنا لقد كنتين وللو صايرة بالغزو كانت الأمور يعني ما نعرف مين دخل ومين خرج صح بس الله عز وجل اللي هو الهارد ديس أو الاسطوانات هذه اللي هي فيها المعلومات بس أنا سؤالي لما استغرق جمع المعلومات وأرشفتها ونحن عندنا طاقة من الموظفين والمختصين وفنيين كمبيوتر استخرج كل هذه السنين لأن طبيعة المسائل لما يكون في كثافة في المعلومات أنت تحتاج كسيستم كنظام فترة طويلة حتى تستوعبها مثل هذا الوضع بالضبط هو ما يجري في أذهان أطفالنا الصغار أنه قدراتهم على تشكيل الرموز تنضج قبل قدراتهم على أرشفة هذه الرموز وتحويلها إلى ملفات يعني يشكلونها قبل أن بابا كلمة بابا تعني كل رجل ماما كل امرأة سيو سيو كل طائر حتى لو رأى فراشة يقول سيو سيو تقول لا بابا هذا فراشة ما يعرفه لسه بعد الفايل صغير ما كبر البراسسينج هذا عملية الأرشفة هذه مزعجة له عملية تشغيل المخ وتحويل يعني تطوير السكيمز يسموها السكيمز اللي هم الفايلات هذه متعبة أضف إلى ذلك أنه رصد أن الطفل فيه كذا قصور نستطيع أن نرصدها واحد الإحيائية إيش الإحيائية؟ قدرتها على إضفاء الحياة لكل شيء كل ما يراه بالنسبة له حي حتى له كم طاولة؟ أي حاجة جماد يضفي الحياة على الجماد ومنها أيضا الأنميزم اللي هو الإنسانية يضفي صفات الإنسان على الحيوان والجماد ومنها الأرتفيشيليزم اللي هو يعرف أن لكل شيء مسبب هذه الأرتفيشيليزم شونا نوقف عندها المسلمين لأنها من أذلة التوحيد عندنا أنه يعتقد أن المطر هذا وراء مسبب والغيم وراء مسبب لكنه بسيط بي ذهنه هذا في أي مرحلة؟ والظلام سنتين و ثلاث سنين هذا نتكلم عن بعد سنتي بعد سنتي بعد سنتي الظلام هذا حاجة كذا واحد يأتي ويشيع ينشر دخان ودائما يؤمن أن الكون تدير قوة خارقة سبحان الله هذا التوحيد بالنسبة لنا فترة لو رتبناه فترة إلهية عرف أنه الله عز وجل بس هم هناك يخافون مننا في بعض الدول التي لا تؤمن أو بعض المجتمعات التي لا تؤمن بالله عز وجل يعتبرنا هذا قصور في الذهن لأنه يستبدلونه بقضية الأسباب والعلم وتفسير الظاهرة الطبيعية وما يقوله في النهاية في النسبة لنا وراءه الله عز وجل ولكن تفكير الصغير مزيد كذلك قدرته على التعميم أو نقص قدرته على التعميم يعني هو ممكن أن لا يعمم يرى القمر هنا ويرى القمر في بلد آخر فيقول هذا أنا قمران وأيضا عنده خلل أحيانا يرى خروفا هنا ويرى خروفا آخر هناك فيقول هذا خروفنا اللي حقنا أو البسة أو القطة اللي في حارتنا يوم جت معنا جت معنا مثلا إلى لبنان ولا جت معنا إلى المكان اللي سافرنا له نعم كانت في الكويت جينا الإمارات يوم شفت القطوة اللي كانت في حارتنا شفتها أيني لا هذه أخرى ما تقنعينه لأنه قصور ذهنه يخليه يصر على رأيه ما هو قادر يستوعب أنه ممكن يصير فيه تعميم وممكن أحيانا أن يقف التعميم لأن الظاهرة واحدة مثل القمر أو الشمس نزيل نتقبل نحن ذلك دكتور علينا أن نتقبل ذلك هذا مشكلة المشكلة أننا صدورنا تضيق ما الذي علينا فعله ما الذي علينا فعله مشكلتنا أن صدورنا تضيق علينا أن نتقبل ذلك نتقبل قصور الذهن أو نناقشه أنا والله دائما أعيد للسؤال إذا سألني سؤال أقول لأ أنت شرائك أريد أن أرى ما عنده حتى أبني عليه حلو عادة ترد السؤال هذا حتى أبني عليه بدل أن أدخل معه في شكل كأنه متحديني لا أقول لأ أنت شرائك أنا أعرف منك أنت أقول لي إذا قال والله هذا القط نفس القط اللي عندنا أقول لأ ممكن تصور ممكن ممكن تعرف أنه ركب معنا الطيارة وجهنا يضحك و أخذ فيزا يضحك لكنه ما زالت المزاق صعب أنك تقول له لكن سنرى أنه مثلا الله سبحانه خلق قطط وجعلها مثل مثل بعض و نتأكد دعنا نضع مثلا عليه إشارة وإذا رحنا لكويت نشوف عليه إشارة أو لا يعني أطول بالك على آخر أطول بالي وخليه يأخذ راحته في إزالة القلق والطفل ما ينتظرنا للأسف مشكلتنا نحن نحن نزيد عليه القلق بإصرارنا وصراخنا تعرفين كيف يزيد القلق عن طريق اللعب الهادئ لماذا كل الذكي يستغرق وقتا أكثر هذا محور جاينا عليه بعد قليل الذكي يعني هو يهدئ نفسه ويجيب أسئلته عن طريق اللعب يعني مثال لو أمه وابوه ضاربوا أنت تقوله ضارب ونحن نقول تخانقوا أو اختلفوا أو شاجروا هو سيلوم نفسه أبو ثلاث سنوات سيلوم نفسه سيعتقد أنه هو السبب حتى لو لو لم يقول أنه والله لو لأولاد والله ما جلست في بيتك دقيقة حيانا تقول الأم كذا والله لو لها الأولاد والله ما جلس عندك كذا فيعتبر أنه هو السبب لكن نفترض أنه لم يقول ذلك هو طبيعته طبيعته أنه ذاته ضخمة فيجذب إليه المشاكل هو يعني يعتقد أنه هو محور الحدث أكيد بسبب فإيش يعمل وجدوا أن الأطفال اللي بالشكل هذا يروحوا يلعبوا ألعاب إهامية يلعب أدوار يعني لم يكن عمره أربع سنين خمس سنين ثلاث سنين يروح يتصور نفسه أب أنت إجلسي واستمعي إلى أبنك وهو يحاول نفسه إذا جلس وانهمك ثم تسمعي يحاول نفسه ثم بدأ يتكلم تسمعي ردة كلامك أحيانا وليش عملت كذا ويقول مرة يقوم بدور أمه ومرة يقوم بدور أبي ومرة كذا وتشوف هنا يشد وربما أفصح أن وجد نظر فيما يجري وقال لا أنت غلطان كذا ربما صار زي الببغة زي المسجل يروي يكرر بينه وبين نفسه لو عرف أنك تستمعين سينتهي وسيقف لكن اجلسوا إلى أولاد يعرفوا هو قاعد يعالج نفسه بنفسه قاعد يزيل غموض الحدث عن طريق اللعب الإيهام طيب وأحيانا يزيل عن طريق اللعب الاجتماعي يعني في أحد الباحثات لها كتاب رصدت أن طفلة معينة كل ما جت الدكتورة هي عراقية تقول كل ما جيت أصعد إلى شقتي وجت أطفال يلعبوا وطفلة منهم تلعب دور الطفل الوليد تجلس كذا وتخليهم يلبسوها ويحفظوها ويعملو لها طبعا كلها لعب نسمي بروي لعب إيهامي فجت شكت قالت البنت هذه ما تلعبها الدور اللي عندها فيها وعندها مشكلة في مخها مقدرة تحلها فيتحلها عن طريق اللعب الإيهامي هذا أو اللعب الاجتماعي راحت سألت فوجدت أن الأم أمها رزقت بمولود جديد ومنهمكة معه وناسي البنت والبنت حاولت تلفت انتباهها الأم أكثر من مرة فما نجحت فها عالجت نفسها باللعب البنت تعالجوا نفسها بنفسها أطفالنا يلجأون إلى إزالة هذا الغموض وإزالة هذه الحيرة عن طريق اللعب جميل جدا طيب سوف نأتي موضوع اللعب بشيء نتفصيلي أكثر حقيقة لأن موضوع اللعب أكيد أيضا يكشف لنا جانب آخر من جوانب العقلية لأبنائنا وطريقة تفكيرهم غير أنه طبعا يعالج نفسه عن طريق اللعب عد بنا مرة أخرى معنا إشتركتور سوف أعود بحضرتك مرة أخرى إلى السنوات العمرية الأولى نحن كمان تقريبا لن سنتين أعطيتنا فكرة الرموز وعدم قدرة على أرشفة تلك الرموز من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات كيف يكون عقلية الطفل في هذه المحل هناك أرشفة مبدئية وفي أجوبة مبدئية نسميه نحن الحدث أو الحروة رابعنا في الخليل سمونا الحروة أو الحدث أو الانتوشن ما يعني الانتوشن؟ يعني تسألين السؤال ممكن يجيب بس إجابة بالنسبة لك مضحكة بالنسبة لها مقنعة مثلا عنده قريب وانكسرت إيده وبعدين جاءكم يوم الليام وهو مزكوم نعم فقالت له ها سلامات سلامات كذا سلامات أنت بتقولي سلامات عن الزكام وعن إيده وبعدين بكرة تجي تحكي مثلا أنت وزوجك عن خال الولد مثلا هذا اللي هو أخوك اللي فتقول أبشرك فلان الحمد لله قام بالسلامة وين ينصرف ذهنه إلى الزكام ولا إلى اليد اليد لسه مكسورة يعني عايز لها أسبوعين ثلاثة ما يحتفظ هو ما عنده قدرة يحتفظ بالظاهرة الفيزيائية والطبية ما يعرف أنه الجزء الأشد فيما يعانيه خاله هو اليد وش الزكام الزكام ما يطول الزكام يومين وتقوم بالسلامة لكن اليد هي لطولة سابع فلو قلت ترى فلان شوفي الحمد لله وراح للدوام يقول لك يعني خاله وإيده طابت شو السؤال رد الأم هو المزعج شو أنت غبي يعني اليد يعني إيده مكسورة يعني يومين عشان طيب شو عرفه يبدأ يخاف يسأل يبدأ يخاف يسأل ويشعر بالغباء فعلا أنه طيب ما هم قالوا شوفي وأنا بالي منصالف هو ناس الزكام أصلا وباله في هالجبيرة هذية بيشوفها انشالت ولا ما انشالت مثال ثاني في عيد الميلاد نفخنا بلونات ونثرناها طارت أنا ما نحب عيد الميلاد عيد الميلاد بالنسبة لنا عيد محاسبة لكن أشهر الناس يعملون أنا عن نفسي أعتقد أن عيد الميلاد مناسبة لأن نقول لأولادنا مبروك على ما بقي استثمروه والذي سأعيننا عليه نعم لكن الذي جاء دعونا نستثمره مبروك طالما أنه عندك كم يوم إلحق عليهم هذا بالنسبة لعيد الميلاد مفهومنا مسابقة للحصد والزرع نعم لو طارت النفخات وحدة منهم وصلت فوق وعلقت في السطح لونها أبيض تسألينا بابا لماذا هذه وصلت فوق وذول الباجين ما زالوا يعني بسبب أوزانهم تحت هيقول لأنها بيضة أأ طبعا لأنه مسكين ما عنده قدرة يفهم الظاهرة الفيزيائية وأن المزعلة عبارة عن حجوم وكثافات وأوزان ما يعرف هذه الأسئلة فينصرف إلى الظاهرة الأقرب له زي ما قلنا نصرف إلى اليد في مسألة المرض وظل إن هي اللي شوفيت ينصرف إلى اللون في حالة الحيرة تسمع منها الأجوبة المضحكة الكثير أبو ثلاث سنين أبو أربع سنين ماذا علي أن أرد هنا في هذا المثال أنا كأم نقول له شوف الصفرة اللي جنبها ليش عالية شايفها شوف هذه بيضة تحت ما رأيك احذري ترى الطفل اللي يقول ماما أنا ما أعرف هو طفل قد ملة من كثرة انتقادك أو أسكته كثرة كلامك أو كلامك يا أب يعني أنت تتكلم كثير فهو يريد أنت تتكلم يعني هو يلعب الدور اللي قلنا لك أنت لعبه سأله عشان تسمع منه يعني نرمي الكرة في ملعبه نرمي الكرة في ملعبه هيبدأ يفكر هيقول لك ماما عيل هذه ليش فوق قليلها فوق يمكن لي أنها خفيفة أكثر شوف اللي فيهم هوا أكثر يصيرون أخف طبعا ما رأيك مين أثقل اللي نحن سألت عشان Shane على الرجل أنا الحيرة اللي في ذهن ويا في ذهنك نعم مين أثقل البالون اللي فيها هوا أكثر أم لا اللي فيها هوا أقل أقل مين أثقل الأقل أثقل نعم اللي فيها أكثر هي الأثقل نعم لأن وزنها زعد وزن الهوى. إذن ليش اللي فيها هواء أقل تنزل واللي فيها هواء أكثر وزنها أكبر تصعد. ليش؟ للقضية شوف انت ورحتي انت ورحتي. سبحان الله هو رح هو. هو هذا ما يجري في اذن الصغير. صحيح. انت ورحتي رحتي إلى ظاهرة واحدة اللي هي وزن. ونسيت الظاهرة الثانية. نعم. اللي تحدد الارتفاعات اللي ترفع الطيارة اللي هي الكثافات. قوة دفع الهوى. ايه. اي والله. نفكر مثل الأطفال. ايوه. ليس كذلك. لا لا لا. انا بس رأيك ما هو الايغو سنترزم. انك انت تجي وتنهمك بما انت منشغل به. وتفسر الظاهرة على أساسه. وتنسى انه في عوامل أخرى. مين أثقل كيلو قطن ولا كيلو حديد. انت جاوبيني له. انا مش هجاوبك الحيل. دعني جاوب لك انت. نعم. ويظل الطفل إلى سن 11 سنة وهو محتار في الظواهر. مثلا. لكن كل قطن هو أثقل دكتور بين القوصين يعني. نفس الشيء كله نفس الشيء. لكن لو رميناهم لو رميناهم من فوق مين يوصل قبل. طبعا لا قطن يوصل قبل. لا الحديد يوصل قبل. لماذا تكون عاكسة؟ لانه مقاومة الهواء له أقل. سطحه أقل. نعم. طبعا لازم مسافة كبيرة. نعم. الشاهد انه احنا نتكلم عن كثافات. تكلم عن حجوم. تكلم عن أوزان. تكلم عن كتل. عن قوة دفع هوا. ويظواها الفيزيائية. انا له أن يدركها. نعم. لما يقول لك القمر يلحقنا. جوابك الوحيد انه ما يلحقنا. اول مرة. بعدين حبيبي ما يلحقنا. بعدين ثلاث مرة. بعدين. قلت لك ما يلحقنا. خلاص وهو ينشرب يعني. ويسكت خلاص. بس يظل في ذنون القمر يلحقنا. لما اسألك ايضا اسألك كبارا من باب العدالة. اقول كبارا. اسألهم دائما. ليش القمر يلحقنا. اللي يقول لي لان الكرة الارضية تدور. كلا. يعني. بينما هو يلحقنا لان المسافة. نصف القطر بيننا وبينها متسع. لذلك لو تصورناها دائرة. نعم. وانحنا في مركزها. والقمر هناك يدور على محيطها. المسافة اللي مشيناها. من موقع الانها موقع. ما تخلينا نبتعد كثير. على القطر. عن عن المنطقة اللي فيها القمر. يعني لو كان القمر قريب وانا بتعت عنه. سأشوف اني بتعت عنه. بس لانه بعيد. انا بتعت نفس المسافة. لكنه. كونه فلكي. اللي قد نفسر الاطفال يعني هذا التفسير. لا. ولذلك انا شا اقول لك. سليه السؤال. انت شرائك. بعد ما قلت لها انت شرائك. وقال لي رد بنفس ردودي انا رديت فيها عليك. انه هذا اثقل وهذا اخاف. قمر يتبعنا. ومصر انه يتبعنا. انا شو رد عليك. بل اتبعنا. بالعكس ويتبعنا. ليش. لان الله جعله سراجا لنا. حتى ينور. ايوه هذا هو. يعني الجواب هو بمستوى عقله. يشترح ينبسط. وجوابك صحيح. ما كذبت عليه انت. والله سبحانه وتعالى خلا يتبعنا حتى ينير لنا الطريق. يعني الله قال. الله قال لنا ان انا بسوي لكم سراج اتبعكم. اه. دعا الموضوع. ليش ندخل في فيزيو. لسه بدري عليه. لانه ما عنده القدرة. يعني هو الان لا يعرف. لا شوفي. لو اعطيكم. احنا نقص العقلي والنس. نعم. احنا نقص العقلي والنس. والنس يريحنا يعني. يريح اللي يفاهم. لما جاي بيشرب مثلا. بيشرب. شارفنا نشرب عصير في الليل. وحنا خايفين. يشرب بعدين يصير عندنا مشاكل. يصير في. تبول وغير امطار. امطار. امطار في الفراش. زين. فش نسوي. لازم تحتفظي يا ام. كونه ما يعرف ايش هي الحجوم. ويخلط بين الحجوم والاشكال. يكون عندك كوباية عاملة زي الانبوب كذا طويل. احنا ما رتكلمنا عنها. طويلة زي بتوع يعني الحفلات هذه. لو صبيتي فيها ربع كأس العصير. لا. يملأها. فشكلها العصير فيها عالي. فلوت. جيبي فلوت. تسمونها فلوت. نعم. جيبنا له كوباية. جيبي له كوباية مليانة عصير. فيها ثلاثمائة ملي. وجيبي له الفلوت هذا فيه مئة ملي أو خمس سبع ملي. بس عالي. هياخذ ايش. الفلوت. هياخذ الفلوت. اللي فيه اكثر. ايه. لانه رايح على الارتفاع. ما يعرف قضية الحجوم. ولذلك انا ابدا ارضيه. اذا قال عايز كثير اكله. اتفضل. خذ الفلوت. يأخذوا. مبسوط. لانه اخذ الأعلى. فهو اخذ الأكثر. يعني هذا القصور يمكننا استخدامها لصالحنا. نزين. انا ما قلته سأعطيك الأكثر. سأقول له. انت ايش عايز. انت اختار. ما اكذب عليه. ارجوكم. يعني انا ما قصد اني اكذب عليه. نعم. نزين. نزين. وقس على ذلك. يعني هو قصور الصغيرة. هذه فتة ثلاث إلى أربع سلوات. نعم. يعني هو عنده الاحتفاظ بالعدد. يعني هو مثلا يخلط. لو جبنا له مثلا فواكه. عشرين كمه ثراية. وعشرين عناء. خمسة وعشرين عناء. أربعين عناء. خمسين عناء. خمسين عناء. قلنا له من أكثر؟ الكمه ثرا أكثر. يعني شكلها أكبر. لأنه لا يعرف يرجع للقاعدة. ما هي القاعدة عشان نعرف من أكثر؟ ما هي القاعدة يا مونيا؟ أنا لا أقول لك. نعد. خفتي خفتي خفتي. نعد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. عشرين. وهنا واحد اثنين ثلاثة خمسين. إذن الخمسين أكثر من العشرين. وإن صغر الحجم. تمام؟ هذا متى أي سنة؟ هذا الآن نتكلم عن ثلاث سنوات. ثلاث سنوات. أربع سنوات. أربع سنوات يعرف العدد والمعدود. يعني ليس بالعشرات. يعني صف الأول روضة. لا. ممكن للبيئة الذكية أنه لا يعرف أكثر. يعرف أكثر إلى فوق العشرة يعرف. تمام؟ الأوزان طبعا تتأخر شوية. الحجوم تتأخر شوية. تتأخر شوية الحجوم تتأخر. يعني نحن معانا إلى سنة عشر سنة. إلى أن يزيل آخر. نسميه كونزرفيشن. 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 يعني فقد القدرة على الاحتفاظ بالقاعدة. بالقاعدة الفيزيائية. من 11 سنة. إلى 11 سنة تبقى آخر شيء عادة. التي تختص بقضايا قوة الدفع والكثافات. هذه هي القضايا الفيزيائية التي تكلمنا عنها. لكن يظل يا إيش في قلق إلى أي سنة؟ لا. سبعة. ولذلك سبب. هذا كلام بياجين. درجنا. أنت مرتاح من كلامي؟ طبعا. لأنه كان منطقي. أنت متزين الآن. ليس رأسك عورتك. لأن أقول كلام بدون دليل. أو بدون مثال. ما يفعل فيك المثال؟ أنا ممكن أن أجلب مفهوم جديد. فإذا أسمعتي تكوني قلقة. دكتور أعطنا مثال. من أعطيك مثال ترسخ القاعدة صح؟ صحيح. القدرة على جلب المثال. استخدام المثال. يسمونها قدرة على المماثلة. ما هي المماثلة؟ أو التمثيل. مثل التمثيل الضوئي. تمثيل الضوئي يأتي الضوء. يأتي مواد أولية. يأتي النبات. يأتي مواد أولية. ثاني أكسيد كربون. مية. ضوء الشمس. ويصنع منهم شيء جديد. اللي هو إيش؟ اللي هو النشة. نعم. تمام. الإنسان الطفل الصغير يعمل شيء من هذا. يأتي علشان يفهم أن هذه كباية. هذه إيش؟ كباية شكلها فلوت زي ما قلتي. تشبه إيش يا ترى؟ تشبه الكباية اللي أشرب فيها الحبيل. الحليب. إذن هذه هي كباية. كيف عرفت أنها الطويلة هذه كباية؟ لأنها لها نفس الخصائص. تحتفظ بالسوائل. إذن هذه زي هذه. إذن هذه كباية. هذه العملية التي تحدث. نسميها مماثلة. صنع مفهوم جديد من مفهوم قديم عنده. يعني ربط خبرة جديدة بخبرة سابقة عنده فارتاح. فقاس عليه. قاس عليه. نعم. نسميها ربط الخبرة الجديدة بخبرة قديمة. جميل. شاف العصفور سمها سيوسو. شاف الفراشة سمها سيوسو. ورينا حمامة قال هذه سيوسو. ما هي هذه؟ نقول له هذه مثلا. فراشة. فيقول زين هذه في دم فيه عندي سيوسو وعندي فراشة. أي شي طائر. سيضيفه إلى أرشيف الطائر. يستخدم المماثلة عشان يربط الطيور بالطيور. والفراش والعث والنحل والكذا بالحشرات. صار عنده فايلين. هذه العملية استغرق وقت. قلنا. سبب القلق أنه أحيانا عليه ضغط أن يستوعب. عملية المماثلة هي ربط الخبرة القديمة بخبرة جديدة. لكن عندنا عملية أخرى يقوم فيها العقل بعد. لما يجب يا جي قال فيه ميزان. 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 الإنسان عشان منية تكون مرتاحة. لازم بلان يشتغل. في الكفة الأولى هناك المماثلة. ربط الخبرة القديمة اللي عندها. بخبرة الجديدة اللي أعطيتها. فترتاح. جميل. شي ثاني اللي يقلق الإنسان. طيب أنا حين أخذت المفهوم. هل عندي قدرة أطبقة؟ أو. لما يجي مدرس يكلفني بواجب أنا ما أعرفه. يعني هو شرح من درس بس أنا ما فهمت. وعطاني واجب. قال لي روح حله. جيت حل. طبعا أنا ما عندي القواعد. ايه شعور إنسان أعطيه واجبا لا يفهم. لا يفهم أصوله. يعني مش فاهم. شاشعر. رح يتعب. رح يشعر بالأحباط. صح. إذن الطفل نعطي إحنا مفاهيم. قاعد ببطء 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 يربط المفاهيم هذه بخبراته السابقة. ببطء. الزمن يعني يمضي وهو يحاول أن يربط. وفي نفس الوقت نطلب منه واجبات ومهام وتكلفات. باعتبار أنه لازم يعملها لازم يأكل بيده اليمين. لازم يلبس حذاء وكذا. لازم ينام معرف إيش. أوفرلودي يكون. يكون أوفرلودي بمهام مطلوب منه أن يفهمها دون أن يعرف مبرراتها. دون أن يكون له في عقله لها صورة لها أرشيف. زي المطلوب. مطلوب منه نمشي واحدة واحدة معاه يعني. هو سيكون قلق لأنه ليس متوازن. يعني عنده معلومات جديدة ما هو عارف أرشفها. وعنده مطاليب ما يعرف أسبابها و لما طلبت منه. ولا مبرر له. وهذه قاعد في قاعد في بداية الأمر يكون مثقلة كفة المهام و خفيفة مهم اللي نسميها كفة الموائمة. و عالية خفيفة كفة المماثلة. لأنه يحتاج وقت حتى يربط الخبرات الجديدة بخبرات قديمة. و قاعد يؤدي أشياء مفاهم أسبابها ولا فاهم خلفياتها. هذا الوقت هو سبع سنين. سبع سنوات. متى تكون الكفتين متوازنتين و يشعر الطفل بإزالة القلق؟ عند سبع سنين. لذلك الطفل عند سبع سنين يبدأ يعيش لذة الحياة. و رسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أنه. سبع نراعيهم. سبع نراعيهم. نراعيهم لقصور في أذانهم. نراعيهم لأنه ليس مدرك. إنما نسميه الطفل المميز من يتجاوز السبعة. من يكمل سبعة. يبدأ القاضي يسأله. حتى القاضي يستأنس برأي الطفل المميز. و يطلب منه أن يصلي. و يطلب منه أن يصلي و يلتزم بالصلاة. و يطلب منه أن يتدرب. لأنه خلق. زال القلق الذي عنده. نراعي العملية تسترغ سبع سنين. طبعا هو لأنه يعرف أحيانا أننا قوم مستعجلون و قوم متعجلون و قوم فينا من الظلم ككبار. لا ندرك قصوره مسكين عن أن يستوعب الصور للذهلية. و يكون أرشيفاته و فايلاته. و مستعجلين على مطالبنا أن نضغط عليه بالعقوبة و التعنيف حتى يؤديها. شي سوى و أين يفر؟ أين يفر حتى يرتاح من هذا الضغط؟ يفر إلى اللعب. إلى اللعب. لأنه عن طريق اللعب يجيب على تساؤلاته. يكون المماثلة التي يريد أن يكونها. وبالتالي يزيد من صنجة المماثلة حتى يرتاح. الطفل الذي يلعب هو يوازن نفسيا. دكتور ضغطنا عليه طبيعي؟ كل أهالي العالم في كرة الأرضية. بغض النظر عرب. على مسلمين. على كله. لا. الذين يعلم لا يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون. لا. الذين يعلمون يراعون هذه القبيرة. دعني أطرح السؤال بطريقة أخرى. ما الذي علينا فعله. نحن فترة السبع سنوات الأولى. حتى لا ندفعه إلى هذا القلق. و نعيشه عدم القدرة على التطابق. نحاور. نحاور. نوسع الصدر. و نتعلم منه. نتعلم منه. لا نشعر بالضغط معه. عندما يقول له. مثلا الأم متى تكون من ضغطها. عندما يأتي تمشي. عندما يريد أن تأخذه للمدرسة. مثلا و يكون مثلا هو. مثلا أنت في حال. هو رايح الآن. إلا عايز الجاكيت الأصفر. اللي فيه معرف إيش. إلا عايز اللعبة. اللي وعد صديقه و أنه يجيبها له. إلا عايز. يكون هو مستوعب بالحدث. نوسع صدرنا عليه. ممكن نحط تايم حتى نقول له لا. كان لازم تخطط بدري. لكن نعينه. نراعيه. يعني الطفل. لا يجوز دائما أن نعتبر أن خصم لنا يعاندنا و يحاول يكسر نظامنا. أبو ثلاث سنين. أبو أربع سنين. أبو خمسة شوية. أبو خمسة وستة أنا أميزهم شوية. يسمونهم عندهم عقل ما قبل العمليات. يعني هو قدر شوية يفهم. بدأ يفهم الآن أرشيفه صار أكبر. قدرته على الحفظ أعلى. أعلى بكثير. سنة ستة هي السنة الذهبية للذاكرة. في أطفال يكون يعفظوا كتاب الله كله عند سنة ستة سنوات. صحيح. يعفظ القرآن. صحيح. عند ستة. بس الآن لا يفهم. لا يفهم شوية حفظ. نعم. لكنه يحفظ. فهني أنا الطفل لأنه بدأ يقترب من الأكوليبريوم زي ما يسميه. التوازن. التوازن. من التوازن. فأنا هنا يعني ممكن شوية أقول له لا نظم نفسك. أبدأ أقول له لا أنت ستتحمل نتائج أعمالك. إنما قبل ذلك لو وجدت أنه عند قضية مشوشته. لا أقفز فورا إلى أن يعاندني. أو أتهمه على أنه مخالف للقانون. لا. دعني أقول هذا الولد يحتاج مني إلى. يعني لو أن طفلا أصر على موقف معين. أعطيك مثال حصل مع حفيدي قبل كم يوم. أعم. قال أنا بنعب بالشارع. قلت له. أنت حر؟ أفاجأت يعني. قلت له أنت حر؟ لكن أنا أعرف أن القطة الصغيرة وهذا حقيقي يعني. والتي كانت في الشارع صدمتها سيارة وماتت. يا لطيف. قال لي أنا أسوي هذا الشكل. قلت له صدق لي. لو خليتك أنت تركض يا القطة. من يسبق؟ أنت ولهي؟ فكر شوية. إن هي أسرع منه. قلت له ما نفعها هذا؟ أنت كيفك؟ أنت حر؟ قال زين أنا ما أطلع في الشارع. أنت تحبني؟ قال أحب. وشو ما أحبك؟ أنا أحبك تطلع أو لا تطلع. لكن أنت لا تطلع صح؟ قال ما أحبك تطلع. لكن كان بإمكاني أن يعطيه موعظة. لا لا تطلع. وما يطلع؟ لا يطلع. وما يطلع في النهاية؟ لا يطلع. يا عمد. لو لم أراقبه يطلع. لكن لو جيت الآن لأنه فهم. أنه ما تنفع السرعة. أردتها. وأنه فهم شيء ثاني. أن القضية ليس شخصية معي أنا. أنت كيفك؟ الأهل يجب أن يكونوا أذكياء دكتور براهيم. لا تقول له كيفك. وأنت تقول لنا كيفك. لكن تقول له كيفك. لكي يبدأ يستخدم مواردة محدودة. لكي يصل للقرار بنفسه. و تطلب من الأهالي. دكتور براهيم. أن يكونوا في قمة في الذكاء حقيقة. حتى. صبر. طبعا. المعرفة. بمزوجة بالصبر. و ليس ذكاء. لا يوم يوم ذكاء. أنا أخاف من الذكاء. لأن الذكاء في ساعات صاحبه يكتفي. يقول لك أنا لا أحتاجت على الأمر. أنا ذكي. لا. أقول له أتعلم. والذكاء. الذكاء. وهي المعرفة. تجادل. لا يوم الايام وغلبت المعرفة المعرفة تغرب الدفاع يقول الشافعي علم العليم وعقل العاقل اختلف من منهما يا ترى قد أحرز الشرف يقول العقل قال أنا أحرزت غايته والعلم قال بي الرحمن أو العلم قال أنا أحرزت غايته والعقل قال بي الرحمن قد عرف فأفصح العلم إفصاحا وقال له من بأين الرحمن قد وصف الله عز وجل من صفاته أنه عليم سبحانه الله ليس من صفاتي أنه عقل أو ذكي أو ذكي أنا معاليم فبان للعقل أن العلم سيده وقبل العقل رأس العلم وانصرف والعلم ليس العقل لما علم غير عقل ليس خرج ما سويني شيء إنما هو المعرفة لما بيقول أذكي هنكون نكون عارفين ونكون متعلمين ونستخدم الموارد وإن شاء الله تعالى هذا يرفع مستوى ونحن نتمنى من خلال هذه الحلقة يعني نكون سادة المشاهدين الكرام وسطهم صعبة شوي معلوماتها لا بالعكس يعني اللي يركز فيها إن شاء الله يعني مثل ما ركز فيها أنا معك دكتور أبراهيم اليوم عصرت مخي حتى أركز في كل كلمة من كلماتك لأنه فعلا أعتقد أنه معرفتنا لعقلية الطفل في مراحيله الأولى تختصر علينا بعد ذلك مسافات كبيرة في التربية يعني لكن لا أعتقد أنك أشتي نفسية الطفل لما احترتي في فهم الظاهرة صحيح هو بالضبط وهذه حيرته وهذا الغموض مسبب له قلق صوريح لمدة 7 سنين هو أمبالنسد إلى أن يتكامل لما تبدأ العقل عادي يبدأ البروستسينج عنده أسرع التفييل عنده أسرع الاركايفينج عنده أسرع يبدأ يفهم ماذا تقولون أنا فهمت حين أنتم تقولون سبع سنين وأنتوا قاعدين تلجوا وأنا مش فهم الآن فهمت خلينا نأتي إلى اللعب المحور الأخير في حلقتنا اليوم اللعب الآن حضرتك قلت ممكن ينجأ الطفل إلى اللعب على اعتبار بأنه اللعب هو الحياة هو الحياة طبعا هو المماثلة ينفس فيها عن نفسه والتمثيل عملي التمثيل الضوي هو اللي يصنع فيه الفايلات الجديدة نحن كأبا وكأمهات ما دورنا في موضوع اللعب هذا تحديدا لعب أنواعا فيه لعب ترك الطفل وحده ذروه وحده فيه لعب فيه قواعد نلعب نحن وياب القواعد اللعب الإهامي اللعب الفردي اللعب التراكيب فيه لعب طبعا إبداعي اللي هو زي اللعب الطين أو الرسم أو التراكيب هذا اللعب يجعل الولد يبدع تطور قدرة الإبداع لديه فيه لعب الألعاب تذكر نحن يأتي مثلا من يعطيني حيوان بحرف ألف أرنب أسد وحقيقة هذه تزيد الفوكابلاري عند الأولاد شيء رهيب أكون لعبة لغوية أخرى ألعاب لغوية سكرابل لا ألعاب لغوية سكراب الله قوية لا حرج أنا مثلا أقول للأولاد مثلا يلا أحكي لكم حكاية كان رجل الكلمة اللي أوقف عندها أعطوني عنها بديل كان رجل يقف في حديقة 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 يبدأ يقول لي مزرعة ماشي قريبة زين يا الله مزرعة ثم كان يمشي فرأى ثعبانا 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 وقد يتم ثعبانا إلا يقول لي حية حية هذه لعبة لكن ناتجها زيادة في الفوكابلاري حلو الله بذلك المعرفة والعاب كثيرة هذه عد مجال الإبداع زين ألعاب كثيرة فهنا هنا في ألعاب منظمة ذات قواعد لغوية تكون أو حركية تكون أو رياضية تكون ما في يعني وهناك ألعاب حرة يترك الطفل فيها الهدف في النهاية أن تكون البيئة قد ما تكون البيئة مزودة لهذه القدرات مطعمة لها مقوية للأرشيف فلتفعل وماذا عن تلك الألعاب الموجودة في السوق الألعاب الغبية بتاعت النانتندو ما نانتندو لا لا أقصد الألعاب الذكاء والألعاب المكعبات والكمبيوترات الخاصة بالأطفال كل لعبة أوان كل لعبة أوان مفيدة هذا الدكتور العمار الأعلى أمور اللعبة يسرت اليوم كثرة الألعاب مضرر الطفل كثرة الألعاب أو نعطيه لعبة بلعبة مضرة مضرة أنا أذكر أنه بنتاي الصغيرتان يعني أن بنتاي الصغيرتين من زين في يوم الأيام قالت لم أمهم رتبوا الغرف ترى الغرفة مليانة ألعاب فقالوا أصلا قالت لهم يلا إذا ما ترتبوها رح نتبرع بالألعاب إلى جهة خيرية قالوا لا تبرعي بل ليلة أنا أصلا عندنا ألعاب واجد قالت لم طيب كل ما يقع على الأرض ولا ترفع عنا سأتبرع به صوري كان عندهم ألعاب كثيرة وكنت أنا يعني معترب على هذا صوري فبدت تلم الألعاب إلى أن اشتكت البنتين قالوا طيب خلصت ألعابنا قال هذا اتفاقنا صدقيني وقتها رسب قيمة ويحفظون على الألعاب لأن الكثرة تفسد الكثرة تفسد فنرجع ولا نشتري لعبة إلا لها مناسبة لا نشتري لعبة إلا بعد دراسة لا نشتري لعبة مكافأة يعني موشط مكافأة وحيانا لا يكون لها مناسبة كلها مناسبة وتكون لها قيمة وتكون لعبة مدروسة لها إضافة يعني اللعب يعني أحد هو منشط حيوي اللعب هو الحياة بالنسبة للطفل. فخلونا نمارسها بشكل متعقد. مع اللعب نحن وصلنا إلى رهايته. وصلنا لدكتور إبراهيم الخليفي. شكرا جزيلا لك.